موسيقى مرحبا بكم في عدد جديد من حسنة بروفايل حسنة تستضيف المشاهير على قناة نوميديا ضيفة اليوم هي حسناء الأندلسي اسمها يرجع إلى عز التواجد الإسلامي في إسبانيا بن منصور من المنصور اللي كان من أكبر أمراء المؤمنين في وقت الأندلس في إسبانيا نعرفها باسمه إحدى آخر مرحبا بك ليلة بورسالي اللي سلمك وشرا هي ليلة بورسالي ربما الاسم السؤال الأول اللي جي للذين راني مليحة شوية تعبانا هاد الأيام بسك راني أم بلان توغناج ولكن راني سابع الحمد لله التوغناش تعواش لمسلسل رمضان مسلسل رمضان هاد أول مرة اللي راني رايحة انتقلت إلى التمثيل ماشي انتقلت للتمثيل ولكن يعني كانت عندي فرصة وعطوني هاد الفرصة باش نتعرف بمجال التمثيل والدراما خاصة دونك جي سيزي ماشانس راح تنشوف وش كيفاشي لاراني يعني نقدر ولا ما نقدرش إن شاء الله الجمهور هو اللي بك تجربة حدي حكينا شوية عليها تجربة انتقال سانسكوب هذا ربما ما قلتش ما اسمعنا شو مقبل ما زال ما درت حتى حصال اللي تكلمت عليها هلوسيا أول خطرة احنا نعرف المشوار تعالي ليلة بورسالي في الاندالوسية في الغيناء في الطعرب لكن أول خطرة نسمع أنه اللي ليلة بورسالي انتقلت من الغيناء إلى التمثيل حكينا التجربة يعني أنا كنت كنت شاركت في الحنوى شباب في التلفزيون الجزائري والمنتج كان شافني يعني في في الفلاتو وحاب يعطيني يعني فرصة في التمثيل وكان عايط لي يعني باش نشارك في هذا المسلسل مسلسل الجريح في الأول شوية يعني كانت لغياكشون ديالي شوية ما حبيت يعني قلت بالك يعني مش المجال ديالي ومن بعد قلنا عني وراني وعلى بلنا يعني الكونيكشن ما بين الموسيقى والتمثيل كان بزاف ممثلين يديروا موسيقى ويديروا طرب وكان وبالعكس كان كذلك مغنيين يديروا برامج تليفزيونية حتى المغني يكون على المنصة ويكون يدي أغنية هو نوع من التمثيل أيضا يعني يقتبس الشخص وعلى يعني باش يعيش الشعر ولا باش يوصل هذيك الإحساس اللي عنده للجمهور لازم يكون فيه بعض ماشي تمثيل ولكن يعيش يعني يعيش الشعر كان أوجه تشابه حكينا بك على الدور اللي قمت به ليلة برسالي ماذا نقعدوا في هذا كذا ماذا حصري للقناة الاتنويدية ليلة برسالي انتقلت إلى التمثيل حكينا على الدور اللي قمت به ضد هو أجمل دور في المسلسل دور الملكة دور أم يعني شي أنا نكون في المسلسل نكون إمرأة نجنطي في فام يعني حنينة مع بنتها هذا الدور تقعك هذا نظن باللي اختاروني على هذا الأساس يعني بالك الدور يشبه بزاف للشخص الشخصيتي في كل يعني في الساير الأيام دونك بالك هذا الشي اللي خلهم باش اختاروني في هذا في هذا الدور صحيح ما أقولكم اش كتم هاد شي خلاص نعود نقول له الجديد ليلة بورسالي في آخر الحصة نبدأ مشوار مشوارك الفني اليوم عندك ربما عشرين أو خمسة وعشرين سنة في الفن كيفش تقيمي مشوارك بكل موضوعية يعني كان فيه مرحلتين المشوار أولا كان فيه في الجمعيات يعني أنا أول شي اللي خلاني نكون في الموسيقى الأندلوسية كنت في جمعيات الأندلوسية عمري ما كنت حبة يعني ندير وعند القديمة ولا في الموسيقى الأندلوسية ونكون عندي دي سيدة ونكون ندير دي CONSER وحدي يعني بالاسم ديالي كنت نقول دئما كنت يعني هذه السنوات من قبل كنت نقول أنا لأنメجر أرسل أجنب يعني يعني أنا اللي نمدل الموسيقى ومشي الموسيقى اللي يتمدل اليوم هي الزكرا بصح سنين وعند في هذه الموسيقى تابendas كهاوية كنا نتعلم في جمعيات وأسسنا جمعية أيضا في فرنسا كي كنت في فرنسا علمت صغار يعني كنت جتت تخي تخيزاكتيف دون الملو أسوسياتيف حتى الـ 2009 اللي يعود جي كيتي لفرنس ودخلت هنا في الجزائر وانضميت أيضا لجمعية جمعية فنون الجميلة تحت قيادة الأستاذ عبدالهادي بوكورة وعبدالهادي بوكورة يعني ساعد عدة فنانين هو من ناس اللي يشجعوا السوليست باش يسجلوا الأقراص ديالهم وحدهم وهو اللي شجعني باش سجلت القرص ديالي الأول اللي كان فرق الحباب اللي سجلتوه في 2009 وصدر في 2010 أنا درتها هكذا كمالي راني درت اليوم المسلسل يعني الـ experience اللي حبيت نعيشها وعجبني الحال دونك سجلت القرص الأول في 2009 ومبعد غير كمت القرص فرق الحباب اللي كان فيه طبع الحوزي يعني كان ميلانج الحوزي وكان فيه المدرستين مدرستين يعني مدرستة الإمسان وشوية مدرستة الجزائي العاصمة بسكو كان موسيقيين من الجزائي العاصمة اللي شاركوا في هذا المشروع ومبعد حبيت نروح للنوبة يعني أنا اللي كان كنت حبا ندافع لها هي النوبة الأندلوسية صحا هذا السؤال هذا النوبة نطرحه لك مور السيرة الذاتية نروح نشوف أولا نحييك على القرص القرص هو الأوسيدي يا القلب نحييك على هذا المستلح نروح نشوف السيرة الذاتية تاك البيوغرافية لبختي تا الفنانة ونعاود ونكملو تتحدثنا على المراحل المختلفة اللي مريت بيها في المشوار تاك موسيقى قامة من قامات الأغنية الأندلسية العصرية تطرب وتسافر بك في رحلة جميلة وممتعة إلى ماضي يضرب جذوره في التاريخ موسيقى إنها ليلة برسالي موسيقى موسيقى فنانة ذا عصيتها لدى محب الفن الأندلسي العريق الذي ضم صاحبة الصوت الجوهري العذب يحلق بالموشحات والقصائد الثراثية موسيقى خلوني نهوى الأمل الوحداني من أهم ألبوماتها التي لاقت نجاحاً واسعاً في مختلف ربوع الوطن حبيبي يا محمد خير من يمشي على قدمي ليلة برسالي نجمة مزجت ببراعتها وتمكنها في هذا الطبع الغنائي بين الأصالة والمعاصرة وأثبتت مكانتها في وسط كبار عمالقة الفن الأندلسي الأصيل موسيقى 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 ولكن كان لدي أعجاب للموشاحات يعني للأشعار هي قصائد تلك القرون الوسط ليس قصائد القصائد هي موشاحات يعني هي أشعار الحقيقي هي الموشاحات ومن بعد أولاد الأسجال يعني الموشاحات هي عبارة عن أشعار قصيرة وفيها عدة موشاحات عدة نواع من الموشاحات وإن اللي يعجبني في الموشاحات يعني يلاحبين نقارنه مع الحوزي وهي قصائد يعني الحوزي يعني يحكي لك الحكاية على بالك على شر يتكلم ولكن في الموشاحات خطاب مباشر في الموشاحات ستخي سبتيل ونقدر يعني كل واحد يعني بزاف الكينايات يعني بزاف المتفور يعني كل واحد يقدر يشعر بالشعر على حساب ما هو راو عايش يعني كي نشوفه شعر كم انطوال واحد اللي يتبا انطوال كل واحد عنده الانترpretation تعل طوال الشعر في الموشاح أنا بالنسبة لي نفس الشي الواحد يقدر يسقطع الواقع ديالي هذا جي فريمان انطوال الموشاحات الانالوسية مهما أنا يعني حتى المستوى ديالي في اللغة العربية كان شو يناقص برابور الناس اللي مختصين في الشعر وفي اللغة العربية وفي كل هذالأشياء ولكن كان عندي يعني كنت معجبة بالموشاح تحسني اللغة العربية وقدرت تحسنيها آه مرة نشبح سنتهاب ينقابل وحقتي القرش ولكن أنا كنت أدي شعر نحب نفهمه هذالك شي خليني عربية يعني قديمة عربية كان بعض الكلمات لما نعرفوها الشيء الناس موليش تستعملها محسب درتي بحوث باش تحاولي تعرفي المعنى والمغزى تعكل كلمات تعكل جملة تعكل فقرة جمان تغيس الهسطور التاريخ الموسيقى الاندالوسية أنا نحب نعرف كيفاش وعلاش مهما أنا ما عندناش يعني أنا با بوكو 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 دوكومنت سي تخي ديفيسي باش الواحد يحب يعرف كل الأشياء في الموسيقى الاندالوسية بس ك يعني ما كاش أعمال كتيرة هال الكلام اللي ركيت قوله للبورسالي قالت هن ضيفة اللي هي بهجار حال بهجار حال اللي أكدت الكلام اللي ركيت قوله قالت باللي هي شخصيا راي تحاول توثق أكبر عدد ممكن من الأشعار القصائد الغناء حتى تسجلهم لنوميغيزي اكستاتا باش تقدر توثق هذا التوراث اللي بداي يندثر أنا معجبة كثيرا ببداية حاليا أنا هي أعلى بلعا ستة مودل بور موا وعندها هذه الاستمرار يعني في العمل ويجلويت يخشفوه نقدره نقوله بك نقطع كلامك لحقت إلى درجة ولتباحثة مش فقط فنانة ولتباحثة في الأندالوسي يعني كي تهتم بالموسيقى الأندالوسية وتهتم مش غير ترفض من الموسيقى الأندالوسية يعني تهتم بالموسيقى الأندالوسية تولي باحث يعني مالغيرتو لا يا لأحبيتنا نقوله لتباحثة أكاديمية يعني في الجامعات إلى آخرها دير عروض محشو بحاولة تعطي طابع علمي للفن الأندالوسي أنا سببسا قلت لك جولويت يخشفوه بسك حبت مد يعني الانيكسبيكاسون اسكالفوزي يعني مش غير تدير هكذا كموسيقى الأندالوسية كان بزاف الناس اللي دير الموسيقى الأندالوسية غير باش يديروا الموسيقى الأندالوسية ولكن هي يعني حسد بأهمية الأشياء يعني حسد بأهمية البحث لازم تبحث باش تفهم الموسيقى اللي راي تأديها يجولويت يخشفو بسك ما كانش بزاف اللي عندهم هاد الجانب ونحي بهجارة حالي كانت طيفة وإن شاء الله نعود نستضيفها مرة أخرى هدرنا على التاريخ والتوراث لكن ليلة بورسالي دخلت شوية العصرانة في الأندالوسي مثلا مزجتي ما بين الفلامينكو والأندالوسي هذيك ستين بتيت اكسبرينس ولكن أنا النظرة ديالي على الموسيقى الأندالوسية ماشي غير في المزج أنا حبيت يكون فيه إبداع في الموسيقى الأندالوسية برقوى؟ بسك نظن بالشعراء والشعراء وأيضا حتى الملحنين في الموسيقى الأندالوسية في القرون الماضية ستين نكسبلوزين يعني يوجد نكسبلوزين دو كرياتيفيت وجو تخوف صدوماج لليوم راحنا نقدي إلى الأشياء اللي هو ما لحنوها اللي هو ما كتبوها مامي لحنا معناش يعني المستوى ديالهم بالاك في اللغة وأيضا حتى في الموسيقى كل وقت ووقت ولازم حتى إحنا نخلي البصمة ديالنا ونخليه أيضا ننغيشي نوتر باتريموان باش الأجيال القادمة تقول حتى في هذا القرن خلونا بعض الأشياء في الموسيقى الأندالوسية نشتكلم عن الأنواع الأخرى دو كحنا شوية في هذا المجال خلينا يعني كمسي الموسيقى الأندالوسية كانت عندها أنكادر ولازم لا تتطور ولا تزيد عليها ولا حتى شيء مش هذا هو الفرق مثلا بين الشعبي والأندالوسي الشعبي حاجة في دخل شعبي قدري مثلا نشوفه مثلا شباب أنا نعرف شباب في عمره 17 في عمره 20 يسمع الشعبي ويذوق الشعبي ويهتم بالشعبي بس حما نعرف شباب 17 سنة يسمع الأندالوسي أنا نعرفهم أنا نعرفهم أنا نعرفهم ورام غير زيدوا يكبروا يعني يمكن نتبعوا الأندالوسي في 17 سنة نشوفه مثلا أنا كي كان في عمره 17 سنة كن نشوف الأندالوسي موميل يعني بكل صراحة لا يمكن ما نكتبهش اقصيدات سوايا إلى أخي مش كم الشعبي اللي قدير يدخل يعني هكذا جرعة تع حصرنا نظن أيضا المواضع اللي اللي طرق عليها الشعبي يعني الشعبي يتكلم على مواضع اللي المجتمع عاشها ولي يقدر بعضي واحد اللي يسمع الشعبي كين بعض القصائد المكتوبة يعني جديدة في الشعبي اللي جون هذا الشعب يقدر يفهمها بس كباباه والجدو عاش هذا المزال عنده يعني يحكي على الغربة يحكي على الحب يحكي على المفرق يحكي على لا حتى الأندالوسي لكن بكلمات ربما مفهومة بكلمات مفهومة وحتى المغنيين عارفوا كيفاش يلحقوا للجمهور يعني مكانش كين حاجز ما بين الجمهور واللي اللي أدي اللي أدي القصيدة بالك في الموسيقى الأندالوسية لازم تحتحنا نشوفو نشوفو نوزيغر ماشي نقولو غير الشاب ما يعرفش يسيبا بخيسي حتى حنا كتعنا نشوفو 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 ما عرفناش كيفاش نلحقوا الموسيقى الأندالوسية للشباب لماذا؟ بسك ما فهمناهاش يعني ما فهموهاش وما خليناهم شي يفهموها أنا نعرف كي كنت صغيرة كانوا يقولوا آه ما تفهم من خاطق أديها هكذا وما تفهمش ما تحاوسش تبدليها ما تحاوسش تبسطيها ما عندكش تحرية يعني الأداء يقولك لا أديك هكذا ما لازمش تأديها هكذا لازم تأديها هكذا ما كاش حرية يعني إطار مغلق إطار مغلق أنا اليوم الحرية ديالي اديتها نحبسو عند الحرية لديتها نروحو إلى الفاصل القصير ونعودو نقولو لحوار نشيق مع ليلا بورسالي مرحبا بكم في الجزء الثاني من حسة بروفايل ونرحب مجددا بالضيفة الكريمة ليلا بورسالي كنا في الجزء الأول تحدثنا على بداية مشوارك وتحدثنا وحبسنا عنده واحد الكلمة اللي قلت أنا ديت حريتي في الأندلوسي لأنه الكثير من معجبين وعشاق الأندلوسي قل لك هل ما صير أنه الأندلوسي يقعد في التوراث يعني نفس القصايد نفس الألحان نفس الآداء منذ قرون أنت ليلا بورسالي زعزعتي شوية هيكل هذا الفن وقلت خذيتي حريتي كيفاش خذيتيها ده بو حبيت نقول بلي أنا من شيء رغبة لي لي ما كانش باش نزعزع حاجة أنا حبيت ما قلت لك حبيت ناخد حريتي كنت حبة يعني أنا سيخته سيخته كي توفى الزوج ديالي في 2013 حبيت نتكلم بكلمات جديدة يعني بالكلمات اللي أنا حسيت بيهم وكنا راح نشوف في التورات حتى شعر وحتى كلمة ما كانت تقدر تخليني نعبر على الإحساس ديالي في هدك الوقت دونك وانا كنت يعني كان عندي أولاً تفكير يعني على الموسيقى الأنالوسية وكنت حبة يكون فيه أشياء جديدة في الموسيقى الأنالوسية وإيش ما سيدي باللي هدك هو الوقت المناسب باش تخرج نوبة جديدة بكلمات جديدة والأستاذ توفيق بالغبريت اللي هو اللي يكتب لي كلمات في الألبوم حسن السليم اللي خرجته وانا نتكلم على الزوج ديالي اللي رحمه يعني تمالي قدرت نتكلم ميفغي ما نتكلم مع الجمهور ونقول له الألبوم الرابعة هالألبوم الرابعة ونقول له يعني ما هو الإحساس ديالي إيشو بونس كالجمهور يحس يعني كي يشوف باللي المغني اللي قدي أغنية رو يتكلم معاه مامي لما يحبش النوع الموسيقي هذك الإحساس يخليه باش يسنتغس للمغني لو كان حتى يكون عنده الأداء جميل جداً وتقنيات كبيرة لو كان ما يكونش فيها إحساس ما يكونش يكون يعني حاجز ما بين المؤدي واللي يسمع له يعني باش ناس تفهمنا يعني درتي كلمات أخذيتي الطابع الأندلوسي بدلتي بعض النوتات بعض الآخر وأديتي نقدروا نسميه أندلوسي عصري هل مثلاً نقدروا لنيو أندلوسي كيفاش نقدروا نسميه يقولوا بونكين اللي قالوا لها مثلاً وانا ما حبيش نعطي لها اسم يعني هي جات حاجة طبيعية سبسا قلت لك ما كاش عندي رغبة جات حاجة ناتوريل وسبريك بون باش الناس يفهمونا جزتماً الموسيقى الأندلوسية هي طبوع وإيقاعات يعني إنسونوريتي أندلوس أنا خديت الطبوع الأندلوسية والإيقاعات الأندلوسية والسلم النوبة يعني حتى حاجة ما غيرتها ولكن الكلمات جديدة تتكلم لكن في الآداء ثاني تبدل شوية في التوزيع الموسيقي شوية ولكن أنا خليت يعني ما زيت انسنتيتيزور ما زيتون كيتار الكتريك ما زيتون باتريك كل هذه الأشياء العصرية ما زيتها عليش مثلاً ما روحتش ما كانش عندك الجرأة أنك تروحي لهذا الحد مثلاً لماذا مثلاً ما دخلتش آلات موسيقية عصرية هل هو نقص جرأة أم لا خوف ربما أنه يتبدل الطبوع أو لماذا كنت دخلتين باتري لا لا ماشي خوف لو كان في التفكير ديالي الباتري السينبوزي كنت ندخلها ولكن في التفكير ديالي دان الاناليز ديالي دانس كجو فولي دوني كمسون الباتري ما كانش عندها ما كانش عندها يعني مكانها وحتى دايير دايما نقول هم أنا في الوركس ديالي عندي حتى آلة برانشي كل آلات طبيعية الصون ديالهم طبيعي أنا كنت حابة هذا الصون ناتيرل ما كنت حباته أرتيفيسيال باش يكون تاني عندي علاقة انكور اوك الموسيقى الاناليزية يعني ما لازمش أنا جو بولي با كوبي ما كنت حاب نقطاب مع الموسيقى الاناليزية كنت حابة تكون استمرارية تكون حابة إن كنتينويتين بالأشياء اللي كنت كاينا يعني أنا بور موالعصرانا مراهيش في غاجوتي انجيطار ولا غاجوتي انباتري ولا غاجوتي انسنتيتيزة نون العصرانا بور موال سي الموضوع اللي نطرق عليه الكلمات اللي اللي اختارتهم باش نتكلم مع جمهور يعني تخيارة العصرانا في الكلمات في الكلمات وفي التلحين يعني في الميلودي ألمام أنا بور موالعصرانا ماشي فرصي ما حاجة اللي نجيبها ونلسقها الحاجة سي موناناليس منش نقول من الناس اللي يديروها ماشي مليح أتنسيون باش كالناس بايوا يفهمونيش غالطين هذا موناتيقفيتاشون هدي هي سي العصرانا جوز في المواضيع اللي نطرق عليهم حتى في الشعبي على الشعبي الناس يفهموه جسما ويحبوه بسك يتكلم معاهم وانا حبيت نتكلم مع الناس باش تكون يعني نتكلم مواضيع اكتوال واقعية من هو جمهور الاندلوسي ومن هو جمهور الابورسالي جمهور الاندلوسي ما قدش نتكلم عليها أنا مرانيش وحدي ولكن جمهور اللي يجي تفرج فيها وفي اللغكاس ديالي نحب تاني نتكلم على اللغكاس ما نيش وحدي على المنصة لكن يجي ليلة بورسالي يعني فلافيش يقول لك نروح نسمع ليلة بورسالي ماذا نسمع هذك ليلة بالطار او لا بو أنا جوز بارغي سبيب وما نوركاس من قدش صح لكن هذا واقع يجي الليلة بورسالي بو الجمهور اللي يجي تفرج فيها من خمس سنوات الى تسعين سنة سي انكرياب والله با صدقني باللي كان أطفال صغار اللي يجيوا يشوفوني ويكتبوا لي كم هذك الستار هذك تعلي بتتزنفان با غا يجيوا يديروا الالدسان يعني يجيوا يشوفوني تظن بلي ذوق الفن؟ أعتقد أن يشوفوني أطفال يحسوا يتكلم معاهم أطفال يحسوا يتكلم معاهم بالك أكثر النساء أكثر صببا تدير كما فيهاش يعني مكاش الرجال ولكن النساء كان أيضا لك رجالي بلو يروح كنت تتكلموا قبل الحصة على للموت لا لا كنت تتكلموا قبل الحصة على للموت شابة يعني ويكون فيها القفطان والتارك وهذوك اللباس تقليدي اللباس تقليدي وحتى حتى الميزيسين دي ولي لابسين تقليدي وحتى يعني كل هذالأشياء تخلي باش النساء يكونوا معجبين يعني يجو للشكل والمضمون هل تتواصلي مع جمهورك خاصة اليوم على بنابلي التكنولوجيات الحديثة تمكن أنه الفنان يتواصل مباشرة مثلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتواصل مع جمهوره مباشرة هل ليلة بورسالين ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي في مواقع التواصل الاجتماعي عندي مديرة الأمال دي اللي هي تكلفة بكل هذالأشياء ولكن أنا هي اللي نجاوب على كل الناس اللي تطرحوا للأسئلة نرى سمعوا مليا حكيت تطرحوا سؤال فلاباج تعني ليلة بورسالين لفعل كونت انستغرام ما عرفوه باللي هي اللي راي تجاوب مش يلع دمين بس هكي نقول باللي أنا قريبة بزاف من الجمهور ديالي يعني كي تجي الحفل ديالي الوقت اللي نعطيه لهم بعد الحفل أكبر من الوقت اللي نجاوزه الحفل نحب نروح أنا اللي نروح التالية حتى كل واحد يروح شهدنا نروح أنا يا حتى كل واحد ياخد صورة ديال واحدة كي نتكلم مع كل الناس اللي مثلا ما هو أغرب طلب من المعجبين تعني ليلة بورسالي كيفاش؟ مع البلش أنا من المعجبين المعجبات سواء فيه كونسير ولا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أغرب سؤال طرحه أولد آه هكذا آه نوم فاهم يمكن أغرب سؤال ولا أغرب طلب نوم كين آه كين مش عافي نتكلم عليها هادي تفضلي كين وحدة جات شافتي دوكت تاقل روحا سيسور جات شافتني وقاتلي أنا مع الفيانسي ديالي راني داوست معه والفيانسي ديالي هو معجب بك هو اللي جابني للحفل ديالك وأنا اكتشفت يعني اكتشفتك كمطربة عبر الخطيب ديالي آه وتدوسو وتفارقو آه وجات لعندي وقاتلي ديري لينديكاس باش يولني الخطيب ديالي لعندي وكتبت له تيمو باش يرجع الخطيب الخطيب ديالي أرجع للمرجع نظن بالليس أنا فا مارشي مماليش آه أنا عندي ثاني سؤال الكثير من الفنانين يرحوا آه الأوروبا مهم وبالتحديد الباريز مهم تي كنتي منهم لماذا؟ أنا كنت منهم أنا دابوغ رحت لي خمسة وتسعين نظن سنة خمسة وتسعين بو أنا ما رحتش كفنانة لفرنسا يعني أنا كان في عمري 18 سنة كي رحت لفرنسا وتزوجت في فرنسا زوج ديالي كان يقيم يعني في فرنسا وعيش 16 سنة في فرنسا وما نعرفت كم مطربة في فرنسا آه الألبوم ديالي اللي اللي سجلتو كي وليت الجزائر العاصمة دونك أنا من حش باللي نعرفت كم مطربة كي رحت لفرنسا با دوتو وكنت خير حكينا على سنوات الغربة تعالي لابورصالي في باريز آه كي عاشت هدوك 16 سنة دابوغ أنا رحت شوية خيسي بيتامو يعني رحت كانت سنوات الإرهاب على كل حال كانت سنوات الإرهاب وكانوا دخلوا علينا يعني في المنزل في عشر أيام الحياة ديالي كانت بدلت ممكن تحكي لنا على هالتجربة هال شوية مؤلبة يعني هذه الفترة كانت في 94 كانوا دخلوا علينا في الدار في الليل الإرهابيين والحمد لله يعني مقدرنا نهربه انه ممكن ومن ث هو وقد أعلم نحن أنا أنا وليا عايشين شوية خارج يعني عن دور دوا خارج المدينة b meineشعر Elena حتى مع نها لماذا تحمل منزل تعالي لكم ل rel ang buen لأننا كنا شوية بعاد على المدينة و كنا يعني نبروه فاسيل أم بلس كانت عنا حفل في المنزل بيوم الجمعة و دخلوا عنينا بنيوم السبت في الليل لك كانوا عارفين باللي كانت فيها يعني كانت تتجربة مؤلمة مؤلمة و في عشر أيام غادرت تيريمسان و لقيت روحي في أنا هذك الوقت كنت مخطوبة يعني كان الزوج ديالي كنت مخطوبة دونك لقيت روحي في عائلة الزوج ديالي و أنا مشي متزوجة الزوج ديالي خرج بالدار و أنا أقعتي لقيته بنسبتك قبل ما تزوجي عاش معي سيبتي قبل ما تزوج دونك شوية هذيك الابيروت كانت شوية وين كانت هذية في؟ في نوفمبر 24 أنا وين في أي مدينة؟ في باريس في باريس دونك حتى الدراسة ديالي كنت حبستها وكل يش حبست يعني كل يش هذيك سنة 94-95 سنة دراسية 94-95 زيتين يعني بلانش ليه دونك شوية شوية سعي دونك شوية دونك شوية شوية دونك شوية دونك شوية دونك شوية قدي coercة منذ دونك به اكثر كبناء الوفاة ديالو كان فيها عمره 49 سنة دونك كان صغير دونك هاد تاني حتى هاد الاشياء اللي يصروا لك كي تكون صغيرة هاد كنت صغيرة فسان كان فيها عمره 35 سنة دونك كنت صغيرة ولا تقول لي أرملة في هاد هاد السنشوية الصعيب سيخطوف المجتمع ديالنا يعني المرأة تلقى روحها كمام موحدة بزوج بنات مي سيشوز لا لي خليوك باش تكون فوق خليوك تكون فوق دان لعفي يعني تعرف قيمة الحياة وشن هي وقيمة الحاجة وكل أشياء اللي نديرها في حياتي نعرف قيمتها بسك على بالي باللي تقدرت يعني كل شي قدر يحبس في أي لحظة طيب طرق ربما السؤال وحده آخر حالة الفنان في الجزائر حالة الفنان في الجزائر مش غير للناس اللي ماعطوناش القيمة حالتاني الفنانين مش حال من المرة ماعطيناش القيمة لروحنا لازم من واحد يقولها وضحي هذا القيمة يعني والفنا بزاف نسنده ويعيطوننا باش نخدموا والفنا بزاف حاجة سهلة بلا كان الفنانين اللي بلا كيفون مانفولوا لنو كان نقول هكدا بس صح لازم احتحنا شو أنا ما نحبش ديما نضلم واحد ونقول سيد تافوت نتال ما مديتليش نتال ما عطيتنيش نضلم تاني روحي بس كانت تاني ما معطيش روحي الإمكانيات باش بزاف 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 فنانين منقولش فنان هادا يعني استنيت على ديس بري جينيغال يقول لك إيه ما هدل عام كامل ما عطيه لش ما اسكدرت حاجة اسكدرت ديزفور باش يعطي لك يعني اليوم أنا نشوف تجربة ديالي نقارن باقبول تجربة ديالي نتا واحد ما عطيه في اللول تا واحد ما مرفض الهاتف وقال ديروها عملو لها بروغرام اه person كامل الأشياء اللي راني اليوم اليوم ما عطيه لي بيانسر اليوم الناس عطيه لي اليوم دو ما عطيه لي باقبول باقبول بس تحلو كان ما درجل الأشياء اللي درتها من قبل ما تعطيه ليش دوك ما نقدرش نقول باللي لغير الناس اللي ما داروا ليش قيمة أنا تانيش حال من المرة حاجة ما تصر عليش نقول أنا تاني ما درجل قيمة روحي أنا تاني ما خدمتش أنا تاني ما ما مديتش لازم نمد يعني مسؤولية مشتركة مسؤولية مشتركة حتى الفنان مسؤول حتى رأيك في الساحة الفنية الجزائرية نشوفوا باللي كاين النوفلسان فريك لين جماوي موك صايب جزمة ناسيم جزمة شمسو إلى آخره لكن في المقابل كاين ساحة واحدة أخرى مثلا نغاياوية شارليمونتي إلى آخره يعني أنا pour moi هذا كمشي فن c'est du commerce حاجة واحدة أخرى أنا pour moi من حبش جميع ما دوني أنا في نغاياوية sur les جنب صح أنا pour moi لرجان فاسيل سي پا كيك شوز ده حاجة كي نربحها فاسيلما هكدا بحاجة يعني من اللي ما تحبت عليها وممديت لحش ان سنس ما تحش معنا يعني أنا كي ندير أنا ألبوم حسن السليم ولا ندير ألبوم للآمل كمال الألبوم الخراني تعلينا بورسالي كان عندي مساج للمجتمع هذا هو أنا بغمو هذا هو الفن هذاك مشي فن يعني ما نقدرش نقارن هادوك بالفنانين مشي يعني ما فيها حتى مقارنة أنا بغمو ممكن مثلا نديري كاش نهار ديو مع فنان تعري لو كان عنوالي إناناليز إن ريفليكشن لو كان ريفليكشن تخليني باش ندير ديو بك شانتور ديو برقو برقو علش الله بسه لازم يكون فيه سبب لازم يكون فيه إن اكسplication ماش ندير ديو بك فنان تعري باش نبان ولا باش أنا جاء ممكن تعتبرها كتجربة جديدة يعني تمسج ما بين الأندلوسي أو بعض من طبوع الأندلوسي وراي بسح لازم يكون فيه معنى يعني مشي غير باش ننمزج بس ما مولا نقدر نمزج نبات كالنوع موسيقي بسح علاش علاش هادك بلك الموضوع يكون مشترك بلك بعيزام لها اللي درت ديو مع كريمة نايت كان فيه سبب وله كانت فيه سبب مي هاكده نون هاكده باش ندير أنا ديو باش ندير مغير هاكدك سي بام طيب تحدثنا على العلبوم الأخراني للآمل ها منذكر في حدش النغنيا هي عبارة عن نوبة أولا خلوني نهو أولا هاد هاد المرة الأولى يعني بقابور لحسن السليم لي كان الموضوع يعني يهمني أنا شخصيا هنا موضوع ما كاش يهمني أنا شخصيا يعني كنت ترقت الموضوع مجتمع اللي هو نعيشو مع بعضنا ونتقبلو كل ما هو مختلف علينا ربما الي داكتواليتي اليوم خاصة ما ربما الحراك الشعبي إلى آخره وهذا خرج في ديسمبر هذا خرج في مارس في مارس في مارس قبل الحراك وقبل كل هذه الأشياء وجستما أنا جبنس كل الفنان بهذا الكيفية يقدر يكون عنده أنا بغ للمجتمع يقدر يكون عنده إضافة للمجتمع جبنس هذا هو دور الفنان دور الفنان هو يلقيد المجتمع للمجتمع 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 يتطور لذلك أشوف جدي الفنان هو واجه المجتمع لأنه هو يمد المجتمع للمجتمع دور لذلك أنا جمع 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 فكرة قلت ماذا بي نتكلم على هذه الأشياء يعني نتعلم للمجتمع اليوم الجزائري نحن نتعلم للمجتمع نتعلم للمجتمع الرأي المختلف الحاجة مختلفة علينا عندك رليجية مختلفة لا نتقبل لك عندك لون بشرة مختلفة لا نتقبلك بالصحة نتكلم معك بكيفية يعني مختلفة عليش نحن كامل كيف كيف نحن كامل لون نتوس دي زات رجمان وذلك حبيت ندير ألبوم على هذا الموضوع وخديت نستوار دامور بيان شرع قصة حب في الموسيقى الأندلوسية نتكلمو غير على الحب كانت صرات في وقت الأندلوس قدري تجيبنا هذا مقطع أكابيلا آه يا قلبي اللي ذوقت الهوى اتركني نهوى من نريد نتعد كل من هو ولي يا قلبي لله لا تزين يا قلبي لا تخاف من الو لا تتركني وحدي فريد لقني بقلب العشيق لتمتع بيو صلة جديد شكرا شكرا للا بورسالي مع هذه النوتات يعني اللي تخلي الواحد يسافر بعيد فاصل آخر ونعود نقوله باش نختم مرحبا بكم في الجزء الثالث الآخر من حسة بروفاين رحب مجددا بالضيفة الكريمة كان الحوار شيق معها للا بورسالي لحقنا الفقرة الآخرة اللي هي فقرة ديابوراما نعرض عليك بعض الصور متعلقين طبعا بمشوارك بحياتك سواء الفنية أو الشخصية وليك كل الحرية منك تعلق بكلمة أو بجملة أو بفقرة أو حتى بصمت إن أردتي على الصور اللي نعرضها لك نشوفه الصورة اللولة بتاع ديابوراما من صورة؟ تلمسان مدينة تلمسان وش تعني لك؟ مدينة تلمسان أنا أصلي من تلمسان دونك منتعلقها بزاف في تلمسان وليبارولي اللي ما زال هم عايشين في تلمسان دونك نروح لها بزاف ونغني تلمي تلمسانية؟ يو شو نتكلم تلمسانية؟ أسمي خاصتك تعرفها خايا هم عايشين في تلمسانية؟ على بعضها مثلا على السككديين على القبيل على البليدي على اللهجات يعني على فاسون دونك لكن إنه ينغيشاس بيانسور والياخو لا باستوى مشيحتي عالدرجة نعود كي يعني نكون جسو بخوش يعني الواحد نعود نعود ناخد اللهجة ديالي نتكلم باللهجة العاصمية غير كي ما نعرفش الفرصون أه أه يوجد عملي السنة كيف هي كلمسان؟ لديك أجمل منذر من للاستي يعني يطلع مدينة شخص يظهر الأنذين ستغلقون ويجعله الله تبيعي عن للاستي ممتعين الهوتل الرناس مشي كي دارو اللانتالغنسانس كتر من هادك يعني لعفو و دارو كسرو شوية بان يعني المختلفة بسح أنا أنا جو فبلي ستون بان شوز كمم رابعو صيدالي على بالك علاش على بالي علاش وسكو الأبديالي صيدالي أنا كي كنت صغيرة كنت نخرج ما يقولوا هنا للمسيد احنا ما نقولوش لمسيد فتلس مشي قولوش يقولو ليكل كي كنت نخرج مليكل كنت نروح للصيدالي تاع الأبديالي كانوا يقولولك بنت الفارماسيان وي بس بأنا الأبديالي في الصيدالي ماشي في تلمسان في ندروما أنا كنت صغيرة كنت نعيش في ندروما نضمت 50 كيلومترا كنت نخرج من المسيد كنت نخدمه للمسيد كنت نروح وندروما كنت ندروما في صياد المدكامو كنت ندروما في الكاغت كنت ندروما في كارت كنت ندروما في صيدالي صدق البجاوي صدق البجاوي واحد من أكبر مغنيين وأساتذة الأندلوسي في الجزائر صدق البجاوي خدمتني بزاف مع الشيخ العبي بن صاري من تلمسان يعني بجايا و تلمسان سون دي فيل جمال متقاربين بزاف وحتى سيدي بومدين اللي كان في بجايا ودفنوا في تلمسان يعني عنا تقارب كبير ما بين بجايا و تلمسان وصدق البجاوي يعني هو عميد الموسيقى الأندلوسية في بجايا ومشيغي في بجايا في كل الجزائر نحيي العائلة ديالو اللي ما زالهم يعني في هذا المجال وحتى اللي بتيت في ديالو في المعال الأوركستر في ميناء صدق البجاوي دونك سي تا مودل لن كان أساتي تقدروا عمالي قتل أندلوسي مثلا الإخوة في الخارجي صدق البجاوي الشيخ الغافور في تلمسان ناس اللي خلاونا حتى اليوم متعلقين بهاد الموسيقى الأندلوسية واللي عالو كو هما نعاشو فترة اللي كانت صعيبة موقت الاستعمار والآخرة كانوا يقدروا يسلواني من هاد الموسيقى وكل التقاليد التاعنا ما تمسكوه في التوراث يعني اليوم نحنا نقدرون نتكلموا عليها وجستما نقدرون بلك نديروا أعمال كل فناني اللي يعملهم العود تكون الجوق التقليدي والآداء عصري تكون الآلة العود والكويترة هو آلة 100% جزائرية 100% جزائرية نلقاها إلا في الجزائر في تلمسان وفي الجزائر العاصمة نلقاها في ندن ما كانت في قسنطينة في مدرسة الجزائر العاصمة ومدرسة تليمسان نلقاها الكويترة لحقنا تقريبا إلى ختم الحصة جديد ليلة بورصالي يعني عرفنا في بداية الحصة أنها انتقلت إلى التمثيل ربما التجربة جديدة نتمنى لك النجاح في هذه التجربة الجديدة اللي هي التمثيل قلت نارا كي توجدي في مشا كي توجدي أكي تقومي بدور في مسلسل سيبث في التليفزيون العمومي في شهر رمضان في شهر رمضان إن شاء الله اليوم هالتجربة المسلسل يعني والتمثيل خدت لي كامل الوقت ديالي نمو كتش حاسبة بلي تاخد كامل هذا الوقت دونك خدت لي كامل الوقت ديالي هاد الأشهر الأخيرة راني نوجد تاني حفل يعني بموضوع جديد في شهر رمضان إن شاء الله يعني شهر رمضان يعني هو الشهر اللي يكون فيه أكثر حفلات الأندلوسي لماذا يعني ربما هاد الموضوع لازم له حصة كان واحد البلوغير يقول لك ولا سمعته يقول لك الفنان يحسب روحوا قلب اللوز غير في رمضان بما يخص يعني أنا والجوق ديالي محنش نسناه رمضان باش نديروا يعني حفلات اليوم رحنا ندير أنا شخطو مع مدارة الأعمال ديالي يعني فانو كونسا واحدنا يعني إحنا فانو كونسا إحنا نديروا كلش دونك محنش نسناه في شهر رمضان صح سيبغي كالناس يعني كل اللي يديروا الحفلات يديروها خاصة في شهر رمضان بسك يقول لك الناس تخرج الناس هذي كين إقبال تعال الجمهور بس صح أنا حبيت نوجه لهم كمم رسالة حتى في الأشهر الأخرى الناس مدى بهم يخرجوا مدى بهم يشوفوا خاصة الحفلات هذي كالحفلات الموسيقى الأندلوسية بسك يقدروا يخرجوا كل عائلة تقدروا تروح لحفل موسيقي أندلوسي دونك الناس متعطشين حتى في الأشهر الأخرى هدا استموفي كالكول يقول لك غير في رمضان بس صح حتى في الأشهر الأخرى لازم يكون في حفلات إن شاء الله الرسالة هذي توصل إلى من يهموها الأمر عندنا إذن إحنا تقليد للا بورسالي فاد الحسان ختموها بغنية من اختيار الضيف يدرى وش خيارتنا للا بورسالي الأغنية اللي اختارتها إن شاء الله تعجبكم أنتم أو تعجب الجمهور وما ترقتكم شو بلك هي أغنية أم كالتوم أمل حياتي لماذا الاختيار هذا؟ بالاختيار بس كأم كالتوم أنا ما كنتش من عشاق أم كالتوم من قبل صح مديرة أعمالي هي اللي خلاتني باش تقربت شوية من من أم كالتوم وأمل حياتي أولا للأمل باش نقترب من الألبوم ديالي وهي الأغنية اللي كنسمعها نبكي نوك تقيسني بزيف شكرا جزينا للا بورسالي على حضورك هذا الحسان إن شاء الله نعودوا نتلقى شكرا مجددا في هذا الكرسي لحصة شيقة وحدة أخرى الحقنا إلى ختم هذا الحسان أعطوكم موعد طبعا في الحلقة القادمة بحول الله إذا كنتوا حابين تشوفوا وتعودوا تشوفوا هذا الحصة ما عليكم إلا تروحوا لصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وين بودكاستي وجميع الحساس سواء في فيسبوك أو يوتيوب أو الموقع الإلكتروني للقناة كل التعليقات مرحب بها سواء تعليقات أو حتى انتقادات فهي مرحب بها كذلك شكرا لجميع الطاقم الفني على رأسهم المخرج سامي كشرود ورئيس التحرير يمينة سعدوني لقاوكم في الحصة القادمة بحول الله أتلقى الله أفر وحديكم سلام موسيقى